أعاني من الوسواس منذ عشر سنوات وبيتطور من الوضوء للصلاة للطهارة بصورة كبيرة بس بحاول أتعافى بفضل الله بس فضل الطهارة ممكن القدر المعفو عنه من النجاسة إيه؟ لإني بعاني في الاستنجاء أولاً في شوية حاجات كده هقولها فيما تعلق بوسواسة الطهارة وخصصة وسواسة الاستنجاء أنا شايف أن الحالات اللي فيها معاناة على نفس التعبير حديث دي محتاجة تدخل أطباء بس خلينا نبتدي لأول بالأصول اللي ممكن تنفي ما يتعلق بمسألة وسواسة النجاسة بالذات ونروح بعد كده أول حاجة لازم نعرف حاجة مهمة جداً أن ما لا يدركه الطرف اللي نعم بمشوفهش لا تتم النجاسة به يعني الشخص اللي هو موسوس ده لازم يتوقف عن القول أنا حاسس أن فيه نجاسة أنا حاسس أن فيه بول ترتش بدلاً هو خلاص استنجاء مرة واحدة خلاص هو لا يحتاج إلى مرة ثانية دي أول قاعدة القاعدة التانية اللي بنقولها للناس اللي هم عندهم موسوس الاستنجاء ده أني أنت ممكن تقع في الاسم من جهتين الجهة الأولى خلاص أنت الطهارة قد تمت بمجرد استعمال الماء أو استعمال الأدوات الأخرى زي المناديل أو شيء من هذا القبيل وانتهينا طب وأنا بحس الإحساس ده لا نرتب عليه لأن الإحساس ده ممكن الإنسان يحس في أحوال كتيرة بأشياء كتيرة ولا تكون صحيحة فلا تعول على إحساسك يبقى أنت توقف عن التعويل على الإحساس وأنت عندما استخدمت الماء أو استخدمت المندين مرة واحدة خلاص انتهت حاجة تانية ودي شيء مهم جدا جدا في مسألة الطهارة أني يجب أن تفهم أنه ليس من حقك الإسراف لا في الماء ولا في التعامل مع الصح استعمال الماء الكثير هذا حرام لأنه فيه إسراف الأمر الثاني استعمال الماء الجسير المضر بالجسد لا يوجد شرعا لأنك أنت بهذا تهلك نفسك يبقى ده تاني شيء الحاجة التالتة والمهمة في الاستنجاء أن المقصود بالاستنجاء هو الطهارة وليس المقصود بالاستنجاء الطهارة المعنوية بتبقى في كتير من أحيين الشخص اللي بيبقى عنده مشكلة في الاستنجاء والطهارة بيبقى عنده مشكلة تتعلق بإحساسه بعدم الطهارة الداخلية لا أي سبب من أسباب حد يكلمه عن الزنوب حد يكلمه عن الكبائر حد يكلمه على حاجة فهو حاسس أنه عايز يدخل المياه جواه عايز يدخل المياه جواه لأنه عنده حاجة بيعاني منها باطنية لا الحاجة الباطنية دي مش تخلص بالطهارة لكن هتخلص بإيه؟ هتخلص بالتوبة فأنت إذا توبت انتهينا زي اللي قلنا في غسل الحاجة بالمياه قلنا في التوبة التوبة أنت توبت وخلاص مرة وانتهينا يبقى الثلاث حاجات دي تلازم نعملها إيه اللي حاصل؟ بدلا أنت توبت مش هينفع أن أنت تدعم مسألة توبتك بالمبالغة في إيه؟ في التخلص من النجاسة الظاهرة أنا أعرف ناس كتيرة بيعودوا ساعات طويلة لأنهم حسوا بأن فيه هم مش طهرين بس هم بيقولوا أنهم مش طهرين من الداخل وعشان كده ده خطر جدا 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 جدا